موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين ملفات الليلة موسيقى ساعة على انتهاء الهدنة في اليمن التحالف السعودي يخرقها مئة المرات ودعوات أممية لتمديدها موسيقى مؤتمر للحوار اليمني في الرياض بغياب أنصار الله والمؤتمر الشعبي فما الهدف من عقده ومن يضمن تنفيذ مقراراته موسيقى انجاز المقاومة والجيش السوري في القلمون يرسم خارطة عسكرية جديدة في المنطقة فكيف سيرد المحور المقابل السلام عليكم بعد نحو ساعة من الآن تنتهي أيام الهدنة الإنسانية الخمسة التي أعلنت في اليمن هدنة لم تشهد وقفا للغارات السعودية ولا للقصف عبر الحدود ولم تسمح بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني فكانت تحذير المدوي للمنظمات الدولية من كارثة إنسانية في هذه الأثناء يُعقد مؤتمر الرياض للحوار على رغم غياب قوى أساسية أبرزها أنصار الله والمؤتمر الشعبي هدفه السعودية من الحوار وحجم تأثيرها على الواقع السياسي وأيضا العسكري في اليمن محور ملفنا الأول في المسائية بينما نناقش في الملف الثاني تداعية نتائج معركة القلمون على الداخل السوري وعلى المواقف الإقليمية والدولية ولكن قبل الدخول في تفاصيل ملفين المسائية نتوقف مع موجز لأهم وآخر الأنباء من غرفة الأخبار السلام عليكم طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر لابادي من قوات الحشد الشعبي الاستعدادة للمشاركة في معارك محافظة الأنبار لا سيما في مدينة الرمادية التي باتت في معظمها تحت سيطرة داعش مصدر عسكري أفاد بتوجه قائد الشرطة الاتحادية على رأس قوة كبيرة إلى الأنبار فيما أعلن داعش سيطرته على كامل الرمادي وكان التنظيم قد شن هجوما على السجارية بعدما سيطر على الجهة الغربية للمدينة والتي اقتحمها من أربعة محاور وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أن داعش سيطر على مقر قيادة عمليات الأنبار في المدينة أيضا تمكن الجيش السوري من طرد داعش من المناطق التي سيطر عليها في مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا مرسلتنا أفادت بأن الجيش السعادة سيطرت على قلعة تدمر وتلت السيرياتال شمال شرق المدينة إثر اشتباكات عنيفة مع التنظيم وأكدت وقوع أكثر من مئة قتيل له في معارك تدمر قبل انسحابه من المدينة تصدى الفلسطينيون لممارسات الاحتلال ومستوطنيه الاستفزازية في القدس المحتلة ولا سيما في باب العمود حيث ينظم الإسرائيليون احتفالات باحتلال المدينة المقدسة وأفدت مراسلتنا باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يرفعون أعلاما فلسطينية فيما اعتدت قوات الاحتلال على تواقم صحفية أيضا دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ورئيس الإسرائيلي رافون ريفلين العنصرية ضد اليهود الأثيوبيين في إسرائيل والذين يشتكون من عنف الشرطة وتفرقة المؤسسات الإسرائيلية ضدهم نتنياهو قال في الذكرى السنوية لمقتل أربعة ألاف يهودي أنه سيقاتل ضد هذه الظاهرة غير المقبولة من جانبه قال ريفلين أن إسرائيل أخطأت في دمج ومعاملة المجتمع الأثيوبي على مدى سنوات ولم تتصرف معه بالشكل الصحيح وفي مصر نفذ حكم الإعدام الصادر في حق ستة من المتهمين في القضية المعروفة أعلميا باسم عربي شركس وتعود القضية إلى العام الماضي حين اعتدى المتهمون الستة الذين ينتمون إلى تنظيم ولاية سيناء وهو التابع لداعش اعتدوا على القوات الأمنية في منطقة عرب شركس في القليوبية المحكمة العسكرية كانت قد قضت في مارس أذار الماضي بتأييد حكم الإعدام بحق المتهمين احتشد ألاف المتظاهرين المناهدين للحكومة في العاصمة المقدونية سكوبي مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكولاي جروفسكي ويتهم المحتاجون الحكومة بالفساد والتنصت غير المشروع على نطاق واسع من جانبه أكد جروفسكي أنه لا ينوي الاستقالة ودعم أيديه للتظاهر وأضاف أن وراء المعارضة أجهزة استخبارات أجنبية ختم هذا الموجز عودة لمتابعة المسائية مع راميا لايك راميا شكرا لك دينا 269 عدد الخروقات العسكرية للهدنة من قبل السعودية وأنصار الرئيس عبد الرب منصور هادي والقاعدة خلال خمسة أيام مصدر عسكري قال أن الخروقات والانتهاكات شملت مناطق آهلة بالسكان في صعدة وحجة وعدن وشبوى ولحج والضالع ومأرب وتعز والجوف هلا بوتروس الهدنة لا تعني الهدوء في اليمن غارات مواجهات وتحليق طائرات استطلاعية في الأجواء اليمنية خروق كثيرة نقلتها تقارير رسمية أو شهود وفيما تتبادل الأطراف الاتهامات في الخروق تبدو بعض الارتكابات غير قابلة للتشكيك في اليوم الأخير من الهدنة أطلق التحالف السعودي صواريخ على صعدة هذا الخرق سبقه عدد من الغارات على مناطق مختلفة خلال الأيام الخمسة السابقة منها أبيان وشبوى ولحج ترافقت مع مواجهات على الأرض بحسب ما أفاد به سكان هذه المناطق المناطق اليمنية الحدودية تعرضت لإطلاق نار من الجانب الآخر من مناطق مثل جبل طويلق وموقع الرديف في الجنوب دارت مواجهات عنيفة وإن متقطعة في مناطق مثل عدن وتعز والضالع وشبوى التي كانت مسرحا لمواجهات بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة ومقاتلين موالين لهادي من جهة أخرى العشرات قتلوا خلال الأيام الخمسة الأخيرة المهلة التي أريد منها إغاثة اليمنيين لم تكن كافية لخدمة هدفها ولم تجتمع فيها الظروف المناسبة لذلك اليمنيون يعيشون قلقا مما تخفيه لهم الساعات والأيام المقبلة التحالف السعودي شن هجمات عنيفة على اليمن قبل بدء الهدنة يخشى أن تتكرر بعد انتهائها انطلقت في السعودية أعمال مؤتمر الرياض لبحث الأوضاع في اليمن بمشاركة الرئيس عبدربو منصور هادي وبغياب أنصار الله والمؤتمر الشعبي وقد تخلى له مطالبة المبعوث الأممي بتمديد الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار رانا أبي جمعة بعد عمليات عسكرية استمرت أكثر من خمسين يوما وهدنة إنسانية مشروطة شارفت على الانتهاء انطلق مؤتمر الرياض تحت عنوان إنقاذ اليمن وبناء الدولة أما تفاصيله وغايته فيمكن استنتاجها من خلال الكلمات التي شددت على رفض ما وصفته بالانقلاب على الشرعية وعلى استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي هذا المؤتمر الذي يأتي اليوم لإحتشاد السياسي والإحتشاد السياسي والاجتماعي الرافض للانقلاب ومخرجاته لأننا هنا لناظل من أجل استعادة وضعنا المغتصب ولقد حقق التحالف العربي الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية إنجازا كبيرا بحمد الله فأوقف زحف تلك القوى لاحتلال كافة المحافظات اليمنية ودمر ترسانتهم العسكرية المؤتمر المرسوم له أن يتوصل في يومه الثالث والأخير لانعقاده إلى ما أطلق عليه إعلان الرياض لصالح الشعب اليمني يحضره حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي النصري وبعض الشخصيات من الحراك الجنوبي ووجه قبلية وشخصيات من حزب المؤتمر أعلن الحزب بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح أنها لا تمثله بنظرة سريعة على المشاركين يفهم أنه مؤتمر لحوار بين أطراف المتفقين أساسا أما الذين يمثلون الثقل الأكبر على الأرض ولا يمكن لمعادلة يمنية جديدة أن ترسم من دونهم فهم غائبون فعنصر الله يرفضون المشاركة في مؤتمر يقام على أرض كانت منطلقا لعدوان ساهم في تدمير اليمن وزعزعة استقراره السبب نفسه يقف وراء عدم حضور المؤتمر الشعبي وما يمثله بحسب مراقبين فأن أكثر من هدف يقف وراء عقاد هذا المؤتمر ففيما يرى البعض أنه ليس سوى تغطية لفشل العمليات العسكرية فأن هناك من يتخوف من أن يكون تمييدا لعمل عسكري على الأرض بعد توحيد الصفية الداعم لهادي وبرغم ذلك يبقى الأهم ما دعا إليه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ويلد الشيخ أحمد من تمديد للهدنة الإنسانية لتتحول بعدها إلى وقف لإطلاق النار ودخول الأطراف اليمنية كافة في مفاوضات من أجل السلام بدون شروط مسبقة لنقاش ينضم إلينا من العاصمة اليمنية الصنعة الرئيس السابق لأحزاب اللقاء المشترك وأمين عام حزب الحق سيد حسن زيد كذلك ينضم إلينا من العاصمة الكويتية الكويت الكاتب والمحلل السياسي ناصر العبدالي أهلا بكما وأبدأ معك سيد العبدالي خصوصا أننا نتحدث عن أقل من ساعة لانتهاء هدنة الخمسة أيام سمعنا من قلب مؤتمر الرياض دعوات من المبعوث الأممي لتمديد هذه الهدنة أقل تقدير خمسة أيام أخرى وأن ترتقي لتصل إلى وقف لإطلاق نار دائم ما الظروف التي تحكم تمديد مثل هكذا هدنة هل يمكن أن تمدد أم أنه سيستعر القتال من جديد الأساس أن المملكة العربية السعودية إذا نظرنا إلى خريطة التحالف لن نجد نواة الرئيسية لهذا التحالف هي المملكة العربية السعودية وهي يبدو أن هناك إحساس لديها أن الضربات الجوية لا تحقق النتائج المطلوبة ولذلك هي تحاول قدر الإمكان أن تمدد هذه الهدنة حتى تحول فيما بعد إلى وقت دائم لإطلاق النار ثم الضغط باتجاه حل سياسي يخدم أهداف التحالف العربي هو الأساس أن هناك أزمة داخل الضربة الجوية لم تعد حق نتائج ولذلك هي تحاول المملكة العربية السعودية أن تضغط وأن تبحث عن مبررات حتى يستمر هذه الهدنة وثم تتحول فيما بعد إلى وقف دائم تمهيدا للمؤتمر القادم الذي أعلن أن سيكون الضمى في بداية الشهر المقبل في جينيف طبيعة الحال وكأني أفهم منك أن اليوم المملكة العربية السعودية هي بحاجة لتمديد هذه الهدنة ليس وفق الرؤية بمسمى الهدنة الإنسانية وإنما لتكون قاعدة اتكاز لفتح آلية معينة لحوار لن يكون بطبيعة الحال أو بالضرورة في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية تصر على أن يكون هذا الحوار أو المؤتمر في الرياض لماذا؟ لأنها دائما تعتبر أن هذا الملف هو ملف سعودي 100% اليمن هو ساحة خلفية للمملكة العربية السعودية ولهت الدخلات قديمة في هذا الملف وأيضا لو راجعنا إلى الحرب التي كانت بين الشمال والجنوب ثم حسمتني صالح الرئيس السابق علي عبد الله صالح ثم المبادرة الخليجية كلها تصب في نفس الاتجاه وهو جعل الملف اليمني دائما ملف سعودي خالص وهذه نقطة مهمة لكن تحدثت عن أزمة بالنسبة لمفهوم الغارات للتحالف في قيادة المملكة العربية السعودية هذه المؤشرات توحي بأن هناك عمل قد يكون لتمديد هذه الهدنة لا أدري سيد حسن زيد إذا كنت تتشارك بهذه الرؤية ومن المنطلق في داخل اليمن هناك سعي أو ميل لأن تمدد الهدنة وأن يحصل اليمنيون على سلامه وأن كان هشا في هدنة تمدد وبالتالي تكون إطارا أو مرتكزا لفتح فقل الحوار أولا دعا اسمح لي بأن أصحح المفهوم ليست هدنة وإنما وقف للغارات الجوية كما أشار الضيف الكريم العدوان كان من طرف واحد وكان عبارة عن قصف طال البنية التحتية والبشر والحجر ولم يبقى شيء لم يبقى أي أهداف يمكن أن يطالها إلا إذا كانت ما تبكى من صنعها أو من بعض المدنة التاريخية لم تسلم حتى الآثار الحضارية وهذا مفهوم سيد زايد لا أريد أن نقاطعك حقيقة هذا مفهوم لكن ربما مفهوم الهدنة كما سمي هناك أيضا قتال واشتباكات على الأرض بين الطرفين يتصارعا وأيضا إضافة لغارات التحالف في قادة المملكة العربية السعودية اليوم سمعنا كلام من موثل أممي في داخل هذا المؤتمر مؤتمر الرياض لأن تمدد هذه الهدنة وأن ترتقي لتكون وقف لإطلاق النار هذا يحمله البعض أن هناك مؤشرات وأكيد هناك خلفيات تحرك هذا الكلام هل هناك سعي أو رؤية مشابهة بذات الإطار من داخل الأطراف المتصارعة في اليمن باختصار شديد حددت الهدنة وهدفها لعمليات الإنقاذ الإنقاذ الإنسانية الخمسة الأيام لم تسمح فيها قوات التحالف المحاصرة للمياه الإقليمية وأيضا للأجواء لم تسمح إلا بأقل من 1% ما يحتاجه المجتمع اليمني وبالتالي لم تحقق أي الهدف الإنساني منها هذا إذا كان القصد هكذا بالنسبة للخروجات كما ذكرتم أنتم في تقريركم لم تتوقف هذه الخروجات سواء كان من قوات التحالف في قصف مناطق في صعدة أو من البحر إلى عدن أو من القوات المرتبطة والموالية للتحالف السعودي باختصار شديد توقف أو حد من القصف الجوي نرجو أن يستمر هذا لكننا نرى بأنه لم يعد له معنى أنا فقط نحن لا نناقش تمديد الهدنة بمعنى الدوافع الإنسانية وعلى أمل فعلا أن تقدم هذه الدوافع على غيرها من الدوافع الأخرى لكن قلت أنه لربما تمدد هدنة إنسانية يسعى أو يحظى اليمنيون فيها بسلام وأن كان هش وقد رصدنا لخرقات عديدة لكن قد حررها ضيفنا من الكويت وفق ما تحدث من شكلها الإنساني حملها أيضا غايات ومراد سياسي أيضا تحتاج لربما المملكة العربية السعودية طالما الغارات لا تحقق شيئا أنا ما أسأل هل هناك التقاء في مكان ما بضرورة تمديد هذه الهدنة وإن بشكلها غير المرضي فتحا لأفاق الحوار استجابة لما قاله المبعوث الأممي لربما أنا أتحدث بأن الهدنة أو وقف القصف الجوي هو من ضرف واحد نحن ملتزمون ولم نعتدي على السعودية لم نقصف السعودية نحن تعرضنا لعدوان استمر لخمسين إلى ثمانية واربعين يوم بالقصف الجوي بالصواريخ توم كروز توم ماهوك كادت صنعا أن تتعرض للفناء الكامل نتيجة لتفجر الأسلحة في مخازن نقوم تعرضنا لتجارب باستخدام قنابل لم تستخدم من قبل حتى في القصفة الأصيوني دمرت المساجد المدارس المصانع المنشآت المدنية لم تبقي السعودية لم يبقي القصفة الجوي أي منشآة لم يدمرها إذا كان هناك بعض المنشآت لم تدمرها حتى الآن فبعتقد لكن هل تحققت أهدافها العسكرية؟ لم تتحقق أهدافها العسكرية؟ ولن تحقق أهدافها العسكرية؟ لأنها أصلا لم تكن موجهة إلا نحو المنشآت المدنية نعم ونحن نحاول أن نرصد الأهداف السياسية وإياك وضيفنا من الكويت وانطلاق مؤتمر الحوار في الرياض بغياب لحركة أنصار الله للمؤتمر الشعبي العام كيف تنظر حركة أنصار الله الأطراف التي لم تشارك لهذا المؤتمر؟ التجمع الذي حدث في الرياض عبارة عن حشد للقواء للأسف بعضها كنا نحترمها لكنها ليس مؤتمرا هو عبارة عن محاولة لخلق اصطفاف لإيجاد نوع من التوازن السياسي في مؤتمر الحوار التي استرعها لأمم المتحدة يعني ليس حوارا وليس مؤتمرا وثائقه معتة سلفا دعي حتى الأشخاص الذين سيوقعون على هذه الوثائق دعوا دون أن يطلعوا على ما دار في المؤتمر أو على ما سيخرج به المؤتمر هو عبارة عن محاولة لتجميل العدوان السعودي بعدوان سياسي يظهر أو يجرد بعض الشخصيات لكن لو سمحت لسياسية من يمنيتها ومن وطنيتها قالها حقيقة رئيس اللجنة التنظيمية في الرياض السيد عبد العزيز الجابر أن هذا المؤتمر للقرار وليس للحوار مستند على مقرارات لحوار وطني جرى في اليمن وكان لمدة طويلة لمخرجات الحوار للمبادرة الخليجية التي يفترض أن كل الأطراف الخارطة السياسية في اليمن قد شاركت ووافقت عليها هو يضع نقاط مستمدة مما تم التوافق عليه من كل القوى السياسية ولماذا الرياض ولماذا في الرياض ولماذا بعد هذا العدوان الشامل ولماذا يسمى إنقاذ اليمن إنقاذ اليمن من 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 سكان اليمن إنقاذ اليمن من المواطنين اليمنيين من الأطفال والنساء اليمنيين إنقاذ اليمن بتهجير أبناء اليمن ومنعهم من العودة إلى اليمن أي معنى لحوار لا يمكن أن يكون إلا في اليمن ومتكافئ طب هذه نقاط مهمة السياسي بين القوى الفاعلة في المجتمع اليمني. هؤلاء الأشخاص الذين تركوا اليمن الذين رحلوا من اليمن لا يمثلون أي قيمة سياسية إلا أنهم قضاء للعدوان العسكرية. لا ندخل في تفاصيل وخلفيات خروجهم من اليمن. لا يستطيعون حتى العودة. لأنه سندخل في مناظرة بما له علاقة في خلفيات الخروج. لأنه سيكون من يقول أنه هم اضطروا للخروج. بعيدا عن ذلك هذا المؤتمر. حدثت عن نقاط مهمة. يجب أن نحيلها لضيفنا في الكويت. مع الإشارة أنه انقطع التواصل معك قليلا. أتمنى أن تكون قد استمعت لكل ما ذهب إليه سيد حسن زيد. في أمور لافتة حدثت في هذا المؤتمر. مؤتمر رياض سيد العبدالي. نبدأ من وجود المبعوث الأممي للأمم المتحدة. بما له علاقة بأن يطلب تنبيد الهدنة. هذا شيء جيد. وأن ترتقي لتكون وقف إطلاق النار. ويتحدث عن مؤتمر دولي جديد يجمع كل الأطراف. يعني يصيب بالإنجاز التعبير هذا المؤتمر بغياب الأطراف الفاعلة. ما قيمة هذا المؤتمر؟ وما جدواه؟ هو موقف الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية. حتى كان دائما مع حل سياسي في اليمن. وتحدثوا عن إيقاف الضربات الجوية لليمن. هذا الموقف ليس بجديد. الحوارات التي رأتها الأمم المتحدة من بداية الأزمة اليمنية بمشاركة مع مجلس التعاون الخليجي إلى اليوم. واضحة تركز على نقاط محددة بعيدا عن العمل العسكري. لكن أنا كما أسلفت هي المملكة العربية السعودية تريد من هذا المؤتمر وقد كان واضحا حتى في المشرفين على هذا المؤتمر عن ما تحدثوا عن دعوة جماعة أنصار الله. كانوا يتحدثون عن القبول بكل القرارات التي ترفضها الآن جماعة أنصار الله. وكأن تريد من هذه الجماعة الاستسلام للقرار السعودي وهو أن الملف اليمني ملف سعودي وتستطيع أن تفعل ما تريد باليمن. وأن تكون كل المكونات السياسية لليمن ما دامت موجودة الآن في الرياض هي الآن أصبحت ورقة تضغط بها على الرئيس السابق علي عبدالله الصالح وعلى جماعة أنصار الله فيما إذا تطور هذا المؤتمر إلى حوارات في جنيف كما أسلفت قبل قليل أن يكون هذا هو النواة نواة هذا المؤتمر وقراراته هي ما يطرح كورقة في مؤتمر جنيف ولذلك لن يجد جماعة أنصار الله حسب المفهوم السعودي طبعا لهذه الأزمة لن يجد أنصار الله ولا الرئيس السابق علي عبدالله الصالح ما يقولون في جنيف سوى القبول بهذه القرارات وهذه الورقة التي أقرت في هذا المؤتمر هذا كلام بالغ الأهمية حقيقة بالخلاصة أن المملكة العربية السعودية لا تبحث عن مقرارات تنفذ الآن لا تعير بالا لغياب هذه الأطراف لأنها تؤمن أنها ستجتمع في مؤتمر دولي هي تضع أجندة هذا المؤتمر الدولي بإنتم في الجنيف بوجود الجميع ما رأيك سيد حسن زيد باختصار شديد هي محاولة لتجميع قوى سياسية حول رؤية كما ذكرت ضيف لكن هؤلاء القوى السياسية لا يمثلون إلا أنفسهم ويمثلون جزء قليل من المجتمع اليمني نحن نحترم التاخل اليمني ونحترم إرادته ولدينا الاستعداد الكامل والإمتاع الكامل لكي نتحاور لكن لا أحد لا أحد سيملي إرادته على اليمنيين ما لم تصدق الطائرات والصواريخ والهجمة البربري الهمجية البشعة أن تنال من إرادة اليمنيين لا يمكن أن تستطيعه بعض المقررات الفارقة من المعنى نحن خرجنا نحن وأنصار الله وكل القوى الوطنية الرافض لهذا العدوان متمسكون بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لكن الآليات للتنفيذ اختلفنا حولها العبد الرب منصور هادي وحكومته حرصوا على استبعاد وإقصاء المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وأنا أتحدث من موقع أنني كنت وزيرا ولا أزال وزير للتولة في حكومة بحاح نفسها حرصت الحكومة على استبعاد كامل لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام حتى هؤلاء الذين في الرياض موجودين من المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام رفضهم بحاح رفضا قاطعا بما معناه كان في حرص على خلق أزمة طيب سيد زيد حتى لا نغس في تفاصيل كان في حرص على خلق أزمة دعني أستشرف وإياك ما سيحدث في المستقبل نستشرف ما الذي سيحدث في المستقبل خصوصا أنه الآن تتحدث باختصار شديد باختصار شديد تفضل سيحدث حوار نحن منفتحون على الحوار منفتحون على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها المتوافق عليها منفتحون على كل ما توافق عليها اليمنيون وحريصون على الشراكة حريصون على الشراكة الوطنية وحريصون على أن لا تسبعد أي قوة أو مكون سياسي أو تمثيل حقيقي في المجتمع لكننا لا نستطيع بعد الآن أن نحمي العملاء الذين أسهموا الذين أسهموا في قتل أبناء اليمن لا نستطيع أن نحميهم من أولياء الدم لا نستطيع أن نحميهم من الغضب الشعبي هذا نفس الكلام يقال في الطرف الآخر إن كانت لهذه الأطراف متقاتل على الأرض أو هي متواجدة في الرياض متى يمكن أن يتم التخلي كما جاءت الدعوة من المبعوث الأممي إلى اليمن عن أي شروط مسبقة عن أي اتهامات مسبقة عن أي نوع من عدم الثقة بين الأطراف ويتم الجلوس على طاولة حوار بين الجميع تحت مسمى حوار أممي جديد لربما في جينيف دون أن يكون هناك توصيفات وتهميش أو وقصاء الأطراف نحن لا نضع أي شرط منفتحون وأي دعوة سنبحثها وسنناقشها من الأمم المتحدة وقد التقينا بالأخ مبعوث الأمير العام وناقشنا معه ونحن حريصون على استكمال الحوار من النقطة التي انتهينا إليها في موبنبيك برعاية الأمم المتحدة كي لا نبدأ من جديد والكي لا تضيع على المجتمع اليمني هذا يعتبر بطبيعة الحال وكي لا تضيع على المجتمع اليمني طيب دعني أنقل هذه النقاط لسيد ناصر العبداللي ليس شرطا ليس شرطا ليس شرطا طيب ما رأيك بهذه الرؤية التي طرحها سيد حسن زيد بأن تكون النقطة الالتقاء أو البداية لأي مؤتمر هل ستكون محل ترحيب بالنسبة للتحالف في قتل المملكة العربية السعودية من حيث انتهى الحوار في اليمن قبل أن تشن هذه الغارات المشكلة أن جماعة انصار الله والرئيس السابق علي عبدالله الصالح يذهبون إلى جنيف وهم لا يملكون من الأوراق السياسية سوى الصمود تجاه هذه الضربة الجوية التي استمرت ما يقارب 48 يوم والمملكة العربية السعودية تملك الآن إذا جاز التعبير 80% من أوراق ما يجري اللعبة وإذا كان هناك هزيمة للمملكة العربية السعودية بصمود الشعب اليمني تجاه هذه الحرب أنا أعتقد أنه يمكن أن يصادر هذا النصر من خلال الضغط السياسي ومن خلال تحويل النتائج هذه الضربة الجوية إلى نصر سياسي يخدم سياسة المملكة العربية السعودية على المدى الطويل وأعتقد أنه هذا ربما منذ بداية هذه الغارات وأيضا الحديث التحليل السياسي عذرا سيد العبدالي قد يكون أوضح تحليل إلا ربما حتى الساعة بما له علاقة بالتعاطي في الشق السياسي ومن هنا أريد أن أفهم الخلفيات التي ينطلق منها لو سمحت لي المبعوث الأممي يتحدث عن عدم وجود شروط مسبقة يلتقي تماما بالطرح الأمريكي هل هي هذه الورقة أو هذا الباب الذي يفتح مخرجا للتحالف في قيادة المملكة العربية السعودية تعده الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني الكلام عن السماح أو أن يكون الذهاب إلى المؤتمر في جينيف بدون شروط مسبقة هذا غير صحيح لأن فعليا هو مطلوب من الجماعة التنصر الله ومن الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن يأتي إلى هذا المؤتمر ويوقع لكل ما جرى خلال الفترة الماضية ومن بين هذه القرار الأممي وهو يصب في صالح ما يسمى بالتحالف العربي أو المملكة العربية السعودية هو الخيارات أمام جماعة تنصر الله والرئيس السابق علي عبدالله صالح جدا ضئيلة وربما لا يكون هناك خيارات باستثناء كما قلت قبل قليل الصمود أمام هذه الضربة الجوية ولكن حتى الحلفاء السياسيين في الإقليم وإن كان هناك حديث عن ربما يكون هناك علاقة أمام بين الإمارات العربية المتحدة والرئيس السابق علي عبدالله صالح حتى الآن لا نرى أي طرف يقول أن من الممكن الضغط على المملكة العربية السعودية وفتح المجال لحوار جاد في عملية وورقة السيطرة على الأرض سيد العبدالي أنت ترى أن الصمود وهذا توصيف مهم سيخطنك في إطار بعض الأوراق السياسية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية وتحدثت عن 80% منها في يدها ولكن ورقة الصمود ليست هي واحدة أيضا هناك التقدم على الأرض والوجود في أماكن الأهم على الأرض في اليمن بالنسبة لحركة أنصار الله الآن هناك جمود يعني الآن كل طرف لا يستطيع أن يتحرك إلى المملكة العربية السعودية حاولت أن تجند مجاميع قبلية وشعبية تجاه جماعة أنصار الله وتجاه الرئيس السابق علي عبدالله الصالح لكن هذه قدراتها محدودة ولذلك ظل الوضع أشبه بالجمود من أن يكون هناك قدرة على حسم المعركة على الأرض الآن قوات علي عبدالله الصالح وقوات الحوثية الآن في مكان معين لا تستطيع استكمال السيطرة على اليمن حتى يكون هناك ورقة سياسية بيدها في الضغط تجاه لا زال هناك بعض الأماكن لا يستطيعون الوصول لها والآن هذا الوضع الجامد أو المراوحة إذا جاز التعبير هي تضر أيضا جماعة أنصار الله والرئيس السابق علي عبدالله الصالح الآن المملكة العربية السعودية هي الأكثر قدرة على حسم الخسائر الموجودة الآن بالنسبة لها داخل اليمن وتحويلها إلى نصر لا أرى الآن عند المجاميع الأخرى والطرف الآخر ما يوحي بأنه يمكن أن يتحول الصمود هذا إلى نصر وأن يترجم في اتفاقية سياسية بين الأطراف اليمنية أعطيك المجال للتعليق على ذلك سيد حسن باختصار شديد ما عجز الأدوان عن تحقيقه لا يمكن أن تحققه بعض المقررات التي صاغتت الرياض نحن تحررنا من الإملاء السعودي ودفعنا دماءنا ودماء أطفالنا ثمنا له لا يمكن على الإطلاق أن تحقق المملكة العربية السعودية وعملاءها ما عجزت عنه بعدوانها لكن نقطة مهمة تحدث عنها أنا أريد فقط تعليقا عن ما قاله بملاء علاقة بحصر الإنجاز والصمود وخنقه في إطار أن هناك محاصرة سياسية بطبيعة الحال دخلنا في مراوحة هكذا يرى سيد العبدالي الحصار السياسي استثنائي نحن موجودين على الأرض والحصار العسكري والاقتصادي سينتهي حتما وقادرين على تغيير المعادلة بإذن الله سبحانه وتعالى وفشلت المملكة العربية السعودية تعرت ضعفت استعدت المجتمع اليمني أذكر مثال فقط لم تكن إيران من ضم من يستشار أو يلتقى بهم من قبل المبعوث التولي الآن أي حوار وهذا نأسف له ستدعى إليه مع الرياض بمعنى آخر كانت السعودي ودول الخليج الدول العشر هي الرائعي للمبادر الخليجية والآلية التنفيذية والرائعي للحوار الوطني تفريطها في علاقاتها بالمجتمع اليمني وعن جهيتها وصلفها في استخدام الآلة العسكرية التي لم تستخدمها حتى إسرائيل وكسرها كل المحرمات أفقدها الوجود في اليمن لا يمكن لثلة موجودة في الرياض متهمة بقتل أبناء شعبها لا يمكن لها ولن تستطيع أن تحقق أي هدف سياسي على الإطلاق وإذا كانوا قادرين فليتفضلوا وليعودوا إلى اليمن إن كانوا قادرين لتنفيذ مقرراتهم أشكرك سيد حسن زيدا رئيس السابق لأحزاب اللقاء المسترك وأمين عام حزب الحق كنت معنا مباشرة من صنعاء نشكر من الكويت السيد ناصر العبدالي الكاتب والمحلل السياسي وإيضا في الشأن اليمني وبعد مرور شهرين على بدء الغارات السعودية على اليمن وبرغم إعلان هدنة إنسانية جرى خرقها مرارا وتكرارا يحتاج الوضع الإنساني داخل اليمن إلى معجزة وذلك وفقا لتصريحاته وبياناته كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على الرغم من الهدنة الإنسانية في اليمن التي كان الهدف منها إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني التي ينتظرها على أحر من الجمر دعت المنظمات الإنسانية إلى تجديد الهدنة لأنها بحاجة إلى المزيد من الوقت المنظمات الدولية طالبت بتحرك عربي عاجل لتقديم الدعم ومد يد العون إلى اليمنيين مشيرة إلى أن المواطن اليمني بحاجة إلى الغذاء والأدوية على نحو عاجل لفتة إلى أن أكثر من 80% من اليمنيين يعانون عدام الأمن الغذائي منظمة هيومن رايتس ووتش رأت أن مئات الآلاف من أطفال اليمن أصبحوا معرضين لخطر الموت جوعا وأكد الصليب الأحمر الدولي أن الوضع الإنساني في اليمن كارثي وأن التحدي اللوجستي يتمثل في مسألتين قلة المساعدات وصعوبة توزيعها ونحن متمنى طبعا أن الحرب بأسرع وقت تتوقف لأننا فعلا نشتغل لأنه معتد الشعب اليمن فعلا بحاجة اليوم لإغاثة لمساعدة ونحن هدفنا أن نكون موجودين مع ضحايا الحرب على عكس الوضع الإنساني في اليمن فإن مشكلة العالقين اليمنيين في الخارج بدأت بالانفراج فقد عاد إلى أرض الوطن 150 مواطنا يمنيا من العالقين في السودان على متن الأردنية للطيران من أصل 20 ألفا وكان قد وصل خلال اليومين الماضيين 130 مواطنا كانوا عالقين في الأردن والسودان المشتغل بلد الحديفة لدمه وروحه وعولاده هذه التربة العقيلة أنا عن نسير أنا يمني وطبيعة اليمني لا يتخلى عن وطنه أبدا أن ما كان وأن ما صار لا بد ما يعود إلى أرضه الوضع الإنساني في اليمن يتفاقم يوما بعد يوم والمشكلات والأزمات تتزايد وتتعظم في ظل غياب شبهتان للعمليات الإغاثية والمعالجات والحلول الممكنة أظهرت معركة القلمون التي خاضها حزب الله والجيش السوري أهمية أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها في غير اتجاه القلقون مما تحقق في السلسلة الشرقية كثر أبرزهم إسرائيل ثم محور سعودية تركيا وقطر حسن عبدالله فيما لاذت القوى الدولية المعنية بالحرب على سوريا بصمت لافت تجاه ما جرى في منطقة القلمون أشار ديبلوماسيون لبنانيون إلى أن هذا الصمت قد لا يدوم طويلا وسط مؤشرات قلق بالغ لدى بعض سفراء الدول الغربية من القدرات والكفاءات التي أظهرها حزب الله في هذه المعركة حتى الآن يتوافر شبه إجماع على أن الوضع الداخلي اللبناني ليس مرشحا لتداهور أمني داخلي ارتباطا بمجريات القلمون هذا الإجماع يستند إلى ما يقوله بعض السياسيين عن حاجة القوى الدولية إلى استقرار لبناني داخلي استقرار كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حريصا في كلمته الأخيرة على الدعوة إلى تعزيزه وإلى إزالة ما يهدده من أزمات سياسية طرفان تقلقهما نتائج معركة القلمون إسرائيل بالدرجة الأولى التي تتململ من واقع أقدام المقاومة اللبنانية على قمم السلسلات الشرقية حيث تواثرت للمقاتلين إمكانات المراقبة والسيطرة على مناطق واسعة من الجبهة الجنوبية مع جيش الاحتلال إضافة إلى الأرضية التي جرت تحكم فيها على حدود الجولان السوري المحتل دحر جبهة النصر في القلمون يدفع وزارة الحرب الإسرائيلية إلى تخيل السيناريو مماثل في منطقة الجليل حيث الجغرافيا أقل وعورة من القلمون وهي معروفة بالنسبة إلى المقاومة ككف اليد في المقام الثاني تعكس المواقف والمعلومات التي تبثها قوى محسوبة على المحور السعودي التركي القطري تعكس هلعا واضحا مما حدث في القلمون فجبهة النصر التي يمولها هذا المحور تداعت في منطقة كان يعول على استخدامها لتهديد دمشق وحمص ولإبقاء لبنان مصلوبا إلى رعب اقتحامه من السلسلة الشرقية عملية القلمون وحجم الإنجاز فيها والسرعة القياسية في تحقيقه أسقطت جميعها هذا الرهان المزدوج للنقاش ينضم إلينا هنا في الستوديو الخبيرة الاستراتيجية العميد محمد عباس أهلا بك سيادة العميد أهلا بك في ما سبق ما نشاهده من عمليات في القلمون شاهدنا ما يشبه إنجاز التعبير معركة إعلامية تصريحات حقيقة يعني عالية السقف من داخل اللبنان وبالخارج لم نسمع تلك التصريحات كان هناك شبه صمت الآن بعد هذه الإنجازات ما الذي يحكم ربما دائرة المواقف هل يمكن أن تتغير وحجم القلق كيف يمكن أن يتأتى ما بعد هذه الإنجازات برأيكم يعني القلق على الأمن لبنان مش هيك المقصود حجم القلق بالنسبة للتحرك من خارج لبنان أو إدارة أجندات لبعض القوى المقاتلة في القلمون يعني نتائج معركة القلمون سيكون الموقف الدولي مختلفا عن الموقف الإقليمي يعني الموقف الدولي تحديدا الأمريكي في هذه المرحلة بالذات له حسابات أخرى مختلفة عن حسابات الموقف الإقليمي العربي والإسرائيلي وأنا ستحدث عن الموقف العربي تحديدا والموقف الأمريكي الموقف العربي يعني طبعا بعد معركة القلمون أصيب بنوع من الغضب الشديد والهستيريا في المواقف والتصريحات التي برزت على لسان مسؤولين وفي وسائل الإعلام العربية وتوابعها المحلية أيضا يعني كلنا نحن شاهدنا الإعلام اللبناني خلال معركة القلمون وما بعدها يعني قبل معركة القلمون كانت خطابات النصر التي يرددها الفريق اللبناني التابع لهذا المحوار مع الإعلام العربي كان بدأ يلقاء خطابات النصر تماما كبداية الأحداث في سوريا أنه قرب سقوط النظام خاصة مع بداية العدوان على اليمن والعملية المتزامنة مع العدوان على اليمن التي جرت في إدلب وجسر الشغور وحقق فيها المسلحون بعض الإنجازات العسكرية طبعا هذا الحديث عن سقوط النظام كان أصبح شبه يقيني في تصريحات لأن بعض المسؤولين اللبنانيين حتى الذين انخرطوا في الوسط في مرحلة معينة وقالوا أن سقوط النظام أصبح مستبعدا بدأوا من جديد يتحدثون عن سقوط النظام هذا هو الموقف العربي لذلك الموقف العربي بعد القلمون ونتائج معركة القلمون وتدعيات معركة القلمون أعادت تصويب البوصلة بالنسبة للفريق الذي أراد إسقاط سوريا من خلال الإنجازات التي تحققت إنجاز القلمون عكس هذه الإنجازات يعني إنجاز القلمون هو إنجاز معتبر على كل الصعود العسكرية والأمنية والسياسية طبعا بالسياسة كيف ستردى صداوقات أنت فرزت بالنسبة للمواقف وتحدثت عن بعض المواقف العربية كيف ستردى صداه على الأرض في سوريا طالما تحدث عن تحريك الجبهات موصولة بطبيعة الحال بأجندات مرتبطة في مواقف بعض الدول تحديدا العربية والإقليمية هل سنرى ذلك التداعي داخل سوريا على الأرض السورية في غير جبهات؟ طبعا طبعا في سوريا وفي لبنان أيضا لأنه سوريا كانت مطوقة بشبه تطويق شبه كامل من الشمال والشرق والجنوب الأردن يعني تركيا شمال والشرق وأيضا العراق لأنه المسلحين كانوا يسيطرون على كل المعابر مع هذه الدول وأيضا كانوا يسيطرون على السلسلة الشرقية بكاملها تقريبا من جرود إرسال حتى الزبداني وأحيانا وصولا بشكل متقطع إلى الجولان وهذا بالحديث عن إسرائيل بالزاد سنتحدث عن هذا الأمر هذا الشريط اللي كان عازلا بين لبنان وسوريا كان يفقد المقاومة عمقها استراتيجي مع سوريا ويفقد سوريا أيضا عمقها استراتيجي في لبنان هذا يعني انتصار القلمون كسر هذه الحلقة التي كانت تطوق سوريا بالكامل يعني التداعيات أنه الجبهة وصل الجبهة السورية باللبنانية بالمعنى الاستراتيجي حصل لأنه كان مفترض يعني خاصة إسرائيل وهذا المحوار المتحالف كان يبغي أو يريد فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة السورية إفقار لبنان عمقه استراتيجي بسوريا المقاومة تحليل عن عمقها استراتيجي والعكس صحيح لذلك يعني هذه من التداعيات هذا ما حصل في القلمون هذه نقطة مهمة أنا سأعود إليها لكن التقرير المقبل يوضح أكثر ويفصل أيضا في هذه المناطق التي تتحدث عنها تسمح لنا سيدة العميد أن نستعرض هذا التقرير إذن بالتوازي مع الحصار الذي يطوك منطقة الزبدانية السورية يبدو خط حصار المسلحين يسير نحو المناطق اللبنانية وصولا حتى شبع كيف يبدو هذا المشهد الحدودي الذي يبدأ من جرود القلمون وصولا إلى فلسطين المحتلة أهلا بكم مشروع إسرائيل القديم الجديد بإنشاء حزام أمني لها في الجولان السوري المحتل إلى المزيد من التقلص الجيش السوري والمقاومة اللبنانية حافظا على تحرير منطقة القنيترة هذه المنطقة التي تقع قرب خط إطلاق النار مع إسرائيل ويعني اسمها الجسر الصغير ومثل الجسر تبدو المعركة سائرة في القلمون من السلسلة الشرقية وصولا إلى الشبع ومرورا بالزبداني حيث تتحول المنطقة برمتها مكشوفة تحت أنظار المقاومة القنيترة المحافظة تعد من ضمن المحافظات الأربع التي يتقاسم لبنان وسوريا حدودها في الشق الموازي للشبع اللبنانية يسيطر المسلحون على 75% منها وتحديدا على منطقة بيت جن ومزرعة بيت جن في الريف الغربي لدمشق الوجود المسلح في هذه المناطق منوع ويشمل مسلحي جبهة النصر والجيش الحر وفصائل متفرقة في المقابل يسيطر الجيش السوري واليجان الشعبية على مناطق مقابلة من المحافظة وهي حضر المقابلة لمجد الشمس إضافة إلى خان أرنبا وقرية البعث كما يبسط الجيش السوري سيطرته على أوتوستراد السلام إضافة إلى بلدات كفرحور وبيت تيما وصولا إلى قلعة جندل من دون أدنى شك تبقى النقطة الأكثر حساسية تلك المتمثلة بمحور بيت جن السورية وشبعة اللبنانية لا تبعد البلدتان أكثر من 16 كيلو مترا ويمكن لرعاة الأغنام عبور الممرات الجردية من بيت جن الخاضعة للمسلحين وصولا إلى الطرف اللبناني الخاضع لسيطرة الجيش اللبناني مدعوما بقوات اليونيفل كل المناطق التي تقع في الريف الغربي لدمشق تخضع لسيطرة الجيش السوري باستثناء الزبداني التي تتمركز فيها فصائل للجيش الحر وحركة أحرار الشام والنصر وداعش وأخواته الزبداني محتلة ولكنها مطوقة فعليا فجميع النقاط المقابلة لبنانيا يتمركز فيها الجيش اللبناني وحزب الله إضافة إلى معسكرات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومن الجانب السوري تنتشر مراكز تابعة للقوات السورية في الديماس وبلودان إضافة إلى وجود للمدفعية على الجبال المحيطة بهذه المنطقة وقد استعرضت لنا زميلة جراسيا بيطار العديد من المناطق ومهم الوقوف عند بعض تفاصيلها لكن فيما كنت تذهب لي سرد للتداعيات على جبهات القتال أو في الميدان السوري أيضا قلت وإيضا باتجاه لبنان ما نفهمه هناك ما يشبه المعادلة لو أن لم تكن معلنة لكن معمول فيها أن معادلة خارجية بضرورة تحفظ استقرار لبنان داخليا كيف يمكن أن نجمع بين التداعيات معادلة دولية وليست أقليمية إذا قلنا خارجية ممكن نجمع الأقليمية مع الدولية أنا بقول بالموقف الدولي وقلت يختلف عن الموقف الدولي الأمريكي تحديدا ووراء الغربي والموقف العربي الموقف العربي من البداية كان يريد لإسقاط النظام في سوريا كان لا يهمه إذا تكسرت سوريا أو تقسم لبنان يعني لو ترك الخيار للمحور العربي بموضوع لبنان كان بالعقلية التأرية البدوية لهذه الأنظمة لكانت يعني فجرت الأوضاع في لبنان وكان مصار الأمور تتجن حوى التفجير الأسير كيف تم احتضانهم من فئات سياسية لبنانية تابعة لهذه الدول أيضا جماعات الأحياء والمحاور قادة المحاور في ترابلوس الخطابات التصعيدية المذهبية والتحريضية كلها كانت بمصار يؤدي إلى فتنة داخلية وإلى انقسام داخلي والحملات على الجيش وتخوين الجيش والحديث عن إنشاء جيش حر لبناني كالجيش السوري الحر إلى آخره هذا الأمر لو لم يضبط دوليا وحعطي مثال الغرب كان يرى أن لبنان لا يجب أن يسقط يعني هم كان يريدون الضغط على الغرب أمريكا تحديدا والفرنسيين يريدون الضغط على حزب الله من خلال فترة سماح لهذه القوى بالتحرك ولكن دون الوصول إلى حفة تفجير لبنان وتفجير الحرب الأهلية في لبنان وخير مثال على ذلك يعني عندما ثبت أن هذه القوى الإرهابية والتكفيرية الموجودة في لبنان والتي تحتوذنت سياسيا بهدف الضغط على حزب الله أصبحت تشكل خطرا على الواقع السياسي كله في لبنان شفنا الضوء الأخضر لعطول أمريكيين للجيش اللبناني للتحرك في طرابلس وعكار وهذا مؤشر مهم يعني طرابلس وعكار كانت مرشحة لتكون إمارة إسلامية شبيهة بإمارة إدلب وإمارة الرقة وإمارة حلب الموقف الأمريكي في هذا في موضوع طرابلس وعكار أن المسلحين لا يجب أن يكونوا في لبنان أن يشكلوا إمارة في لبنان أن يصلوا إلى المتوسط أن يفجروا الأوضاع الداخلية في لبنان لبنان حتى اليوم لازال حاجة دولية كيف يمكن أن يضبط لأنه عذرا أنت تفرز بين الموقف الدولية ولا أدري على ماذا ترتكز في الداخل اللبناني من أطراف سياسية وتفرزه عن المواقف العربية وبطبيعة الحال أنت فرزته وربطته مربوط بأطراف داخل لبنان كيف يمكن ضبط الأمور نحن نتحدث عن وصول لجرود عرسال لبنانية لمجموعة من المسلحين لم تعتد أن تكون محاصرة في جغرافيا ضيقة بهذا الاتجاه وأيضا هي متنافرة حتى وانتفقت على الأرض في مكان ما هي متنافرة في أجنداتها كيف يمكن أن يضبط الوضع في داخل لبنان بعد تطورات القلمة الوضع العسكري مفصول عن الوضع السياسي الوضع السياسي إذا ترك القوة المحلية تصعد هاليومين وأصيبت بهستيريا وشنت حملات على الجيش من خلال المحكمة العسكرية وحولت الخلاف مع المحكمة العسكرية إلى بلش الخطاب المذهبي أنه شو دخلت حزب الله بموضوع المحكمة العسكرية يعني رجعوا وحرضوا أهالي الموقفين الإسلاميين وبدأ الخطاب المذهبي من الجديد اللي شدناه من كم سنة بس أنا عم قول الموقف الدولي عطيت مثلا عن ترابلس وعكار هؤلاء لديهم مشروعهم العرب لديهم مشروعهم اللي بدن ينفضوه بالمنطقة وإذا كان هذا المشروع يقضي لتنفيذه في سوريا والعراق يقضي بانتداده إلى لبنان ما بتفرمعهم لأنه هن هول يعني يغلبون سياسة سياسة التأر على سياسة المصالح بينما الأمريكان لديهم مصالح والدليل عطيت مثلا عنه أنه كانت الخطابات ضد الجيش قبل ترابلس وعكار مرتفعة للغاية وشفنا كيف غيرت بعض القوى السياسية مواقفها وشهدنا قبل قليل تحرك للجيش اللبناني حسن خلال 48 ساعة قبل قليل كان هناك تحرك للجيش يعني استهدف بعض المسلحين في جرود عرسال في وادي حميد تحديدا لا أدري إذا كان هذا يعتبر مؤشرا على تحرك أوسع للجيش اللبناني عما شهدناه في المناطق والقرى الأقرب باتجاه عرسال أنا حكيت من فترة أنه الجيش اللبناني مقيد بالقرار السياسي وأنا قلت لو كان الجيش اللبناني يعني لو كان القرار السياسي بموضوع أرسال قد أتى لتحرك الجيش في وقت متزامن مع العملية التي شنت من الجنوب باتجاه الشمال يعني اللي شنت من منطقة عرسال الورد شمالا وأيضا وشنت من الشرق باتجاه الغرب يعني من الجهة السورية باتجاه الحدود اللبنانية لو تحرك الجيش من الغرب باتجاه الشرق بعملية متزامنة واستفاد من الصدمة اللي أحدثها الهجوم الصاعق للجيش العربي السوري والمقاومة لكان المسلحون انهاروا في جرود عرسال وأساسا كان الحديث أنه هكذا كان متفق عليه قبل ربطوا البعض بغارات التحالف قد في مملكة العربية السعودية على يمن والمصادر تحدثت أنه هكذا كان يفترض أو كان متفق عليه أن يكون هناك نوع من التناغم أو التنسيق في العمليات بين جنود القلمون واتجاه الداخل اللبناني بالنسبة للجيش اللبناني حتى بين الدول المتعادية عندما يكون هناك خطر على هذا المستوى يكون هناك تنسيق أمني لم يكن ذلك لأنه بالعكس اعتبروا معركة القلمون خر بيت النتائج السياسية اللي حاولوا استثمارها بعد عصفة الحزم وبعد جسر الشغور ما قلتلك أنا بعد جسر الشغور وعصفة الحزم صار يحكوا عن خطابات انتصار حتى بموضوع القلمون وشوف الإعلام العربي كان يصخر قبل فترة من العملية المقررة الحديث عن عملية والإعلام المحلي قداش نكت على العملية أنه هاي أي عملية وما في عملية وأنه هاي تمخض الجبل فولده كذا وصاروا يتحدثوا أنه هاي عمليات محدودة وما إلى قيمة وبشرونها بعملية ضخمة وما في عملية ضخمة وأنا قلت على محطة العملية لا بالعكس هي العملية الكبرى والعملية الكبرى بتنفذ على مراحل والمراحل عم تمشي عم تمشي حسب الوقت المقرر وعم تعطي النتائج المتوخات بدليل أنه تم طرد المسلحين من مساحة جغرافية هائلة وحسرهم في جروة عرسال وهذه هي نقطة المهمة ولو سبحت لي بشكل سريع لأنه الوقت انتهى كيف يمكن أن نقول للمشاهد أن هذه المجموعات التي تتبع بأجندات بهذا الشكل وتتبع أيديولوجيا متطرفة نتحدث عن جبهة النصرة نتحدث عن تنظيم داعش وأيضا أطراف أخرى متشددة أن توجد فيها كذا جغرافية ضيقة لم تعدد عن تكون محاصرة بالشكل وتبقى بهذا المكان دون نرى تردادا في الميدان الداخل لبنان البقعة ضيقة على 5000 مسلح البقعة المتواجدين فيها حاليا شرق عرسال هي بقعة ضيقة وسيحاول المسلحون التمدد شرقا وجنوبا وشمالا وغربا أيضا وأصبحت المخاطر زادت في هذه المنطقة إلا إذا صدر قرار أمريكي بشأن عرسال كما في طرابلوس وساعة القوى الإقليمية والمحلية ستلتزم بهذا القرار ساعة يُعطى الضوء الأخضر للجيش حتى الآن لم يُعطى الضوء الأخضر للجيش يعني الجيش وأنا قلت أكثر محطة على المحطة من لما بلشت عمليات القلمون الجيش لن يُعطى القرار إلا إذا صدر قرار مثل ما القرار كان مفاجئ بشأن ترابلس وعكار أن يصدر قرار بشأن عرسال والجيش قادر على الحسن بسرعة أما إذا بقي الجيش في موقع دفاعي وبقي في مواقعه ومواقع يعني يستطيع الجيش حتى اليوم أخذ مبادرات محدودة مبادرات قصف تحسين مواقعه بهدف رد المخاطر عن مواقعه وعن القرى القرى المحيطة ولكن حتى اليوم لم يصدر عمر عمليات بشأن عملية شاملة للجيش اللبناني باتجاه الشرق لتحرير جورود أرسال أذكرك سيد العميد محمد عباس الخبير الاستراتيجي ضيفنا هنا في الستيديو شكرا